عندنا برضو كان في ارتفاع عجز المعاملات الجارية 17 مليار دولار وده حسب اعلان البنك المركزي المصري وده كان في الخلال الفترة من يوليو الى مارس وسجل هذا العجز 17 و1 من 10 مليار دولار العجز ده كان بيقال فيه 3 اسباب ان الميزان التجاري تحول الى عجز بلغ 1.5 مليار دولار امريكي مقابل فائد 1.7 من 10 للخفاض الصدرات البترولية بقيمة اكبر من الوريدات البترولية ايضا تراجح حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 7.4 من 10 في المية اللي طبعا وصلت 5.8 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار في نفس الفترة وكمان كان فيه طبعا خفضت السفن اللي بتمر في قناة السويس وحنا برضو كل ده منذ بداية الحرب 7 اكتوبر كان فيه برضو تراجع لتحولات المصريين في الخارج بمعدل 17.1 من 10 في المية اللي تصل الى 14.5 مليار دولار مقابل 11.5 في نفس الفترة اللي فاتت رغم انه فيه تقارير بتقول ان الحمد لله مؤخرا بعد ما تم التعويم ارتفع التحولات المصريين في الخارج وبردو كان بيقول ان هي مستمرة برضو كان فيه تراجع مفاجئ بأسعار السيارات وشعبة السيارات كانت قالت التراجع ده نتيجة لانه حدث خلال الفترة الماضية مع تحديد سعر عادل الجنيه المصري امام الدولار وانه اسعار السيارات في السوق المصري حاليا تشهد استقرار كبير وعلى فكرة برضو اسعار فراخ واسعار حاجات كتيرة كانت انخفضت الفترة اللي فاتت ونتمنى طبعا ان يستمر هذه الانخفاضات وبردو بالنسبة بعد انتهاء المهلة اللي كانت لتلاتين يونيو بالنسبة لموضوع الاجانب الحياة الحكومة المصرية منحت الاجانب مهلة جديدة واجراءات كونونية ضد المخالفين وقيل برضو انه كان فيه خمسة تقريبا تم ترحيلهم من البلاد تقريبا النهاردة اشتركوا في القناة